ده اللعيبة اللي هنشتاون بقى أنا عارف ان انت كده كده هتوديني ويمين فوقه وشماله هنطومه بعضه عماليني قوليه كريمي سألوه على فلون فلون انا كده كده عارف الكس بس اللعيبة المعاره يعني سعيد كريم ندفد كريم ندفد مكمل مع فيوتشر ولا ماشي اتمنى انه يكمل مع فيوتشر اتمنى من نحن الشخصيات الجميلة اللي لازم يعني شخصات اللي انا بحباها جدا عارفنا الحمد لله نديره بشكل كبير جدا عارف الكابتن علي ياخد منه احسن حاجة مع طبعا الاصابة بتاعته فقدرنا ان احنا نتعامل معاه الشخصيات المحترفة اه انت عادتوا كريم ندفد لحياة الكور الحمد لله الحمد لله فضلا لا وهو كمان اكيد طبعا يعني الكابتن علي المكان ساعده على ده اه المكان ساعده بشكل كبير جدا فكان مبسوط معنا جدا لكن في الاول والاخر هو بتاع النادي الاهلي فهو رجع النادي الاهلي هو سعد سمير ومصطفى البدري اه التلاتة ايه بقى اللي هيحصل اللي احنا سمعينه ان هو هيكمل الراجل عايزه يعني الراجل عايزه بشكل كبير جدا ككريم ندفد وخلاص تمام يعني لو هو كمل في الاهلي خلاص وطبعا هتبقى رقبته الاولانية طبعا الناديه ده اللي جالكم انه كريم هيرجع الاهلي هو رجع خلاص اه اقصد يعني هيكمل اه لحد الان لحد الان هو امكمل لكن لو النادي الاهلي فكر او اي حاجة هو بتاع انا شايف ان كريم ذات نفسه هو اللي هيختار فيوتشر هو اللي هيختار فيوتشر هو اللي هيختار فيوتشر لو الاهلي قال له مش عايزه انا عارف كده ان كريم وانه هو عارف ان كريم بس اه كريم بس ندفد عشان ساعدي مش هيكمل ساعدي مش هيكمل لا ساعدي مش هيكمل مش هيكمل ومصطفى البادري ورد نفس الحكاية مصطفى برضو مش مكمل مش مكمل